بنرحب بكم من جديد في الحقيقة المبادرات اللي قدمتها الدولة المصرية من 2014 لغاية دلوقتي لا حصرة لها ولا عددة لها تهتم أحيانا بفئة زي فئة النساء فيكون في حملات الكشف عن أورام الثدي تهتم أحيانا أخرى بمجمل المحافظات المصرية فتنتشر فيه ربوع المحافظات المصرية تهتم أحيانا بمرض معين زي فيروس سي فنوصل أن منظمة الصحة العالمية تتكلم عننا وتقول أننا أفضل دولة في العالم معدلات علاج على مستوى العالم في هذا الفيروس النهاردة عندنا مبادرة جديدة من وزارة الصحة ولكنها مبادرة محددة الوقت مبادرة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف محافظات الجمهورية والمبادرة دي أعلنت عن تقديم أكتر من 35 مليون خدمة طبية من خلال حملة بتسمى حملة 100 يوم صحة منذ إطلاقها أو إعلانها على دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في النسخة الثانية في يوليو 2024 ده لغاية مساء الخميس 22 أغسطس خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة اللي منوارنا وشرفنا بنسعد بوجودة بدكتور أهلا وسهلا بحضر سبع الخير يا فندم أهلا وسهلا للدكتور دكتور بداية 100 يوم صحة خلينا نتكلم عن التصنيف والتعريف بتاع 100 يوم صحة 100 يوم صحة فيها صحة وفيها 100 يوم طيب يبقى احنا محتاجين نعرف ماذا نقصد بالصحة وليم 100 يوم الصحة زي ما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي يبقى احنا هنا مش بنتكلم على فقط علاج أمراض ولا فقط الوقاية من الأمراض لكن احنا بنتكلم على الصحة بمفهومها العام وهو كمال بدني ونفسي واجتماعي بتوجيه من السيد الرئيسة الفتاحة السيسي وزارة الصحة اطلقت هذه المبادرة عشان نعمل الصحة دي في فترة زمنية محددة اللي هي 100 يوم طب دي عبارة عن ايه؟ كل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين يتم تكثفها في 100 يوم يعني لو كنا بنقدم خدمات التطعيمات في الفترة الصباحية في وحدات الرعاية الأساسية من الساعة 9 صباحا للساعة 2 أو 3 فاحنا هنقدم خدمات التطعيمات في 100 يوم دولت من 9 صباحا لتسع مساء ومش بس كده هيبقى عندنا حملات طرق أو عندنا فعليا لأنه البدرة بقى 22 يوم في نسختي الثانية عندنا حملات لطرق الأبواب بنخبط على الناس بناء على الداة اللي عندنا من اللي عنده أطفال بنقول له هيك طعمت أولادك ولا لا؟ بنروح لهم البيوت آه بنروح البيوت وبالتالي طب هل الخدمة لي كانت موجودة؟ كانت موجودة لكن احنا بنكثف هذه الخدمات وبنزود معدل تقديم الخدمات في فترة زمانية طب الدولة المصرية عايزة إيه من تكثيف خدمات وزارة الصحة في 100 يوم؟ هل فيه هدف حكومي معين؟ هل فيه هدف وزارة الصحة عايزة؟ وهو ما أطلقه السيد الرئيس حياة كريمة أنا أعيز المواطنين يعيش حياة كريمة كويس عشان تعيش حياة كريمة يبقى لازم تبقى صحيحة صحيح البدن صحيح النفس صحيح اجتماعيا في علاقتك بالأخير وبالتالي الهدف الأعم والأشمل للدولة المصرية هي الوصول لحياة كريمة لمواطنية طب أنا لما أجي في 100 يوم وكثف الخدمات الصحية أنا كده بحقق جزء كبير من الحياة الكريمة وهو توفير الصحة للمواطنين لأنني مش بتكلم بس على العلاج وده جزء مهم في مبادرة 100 يوم صحة وهي مبادرة سيد الرئيس الخضاء على قوة من الاتضار مثلا في التدخلات الجراحية أنا شغال على ده وفي نفس الوقت شغال على الصحة النفسية من خلال مبادرات الصحة النفسية المتعددة الـ 14 مبادرة اللي اطلقها السيد الرئيس بيتم تكثيف العمل بيها الطب الوقائي وفي نفس الوقت جزء كتير من الصحة الأكل الصحية المية اللي فيها خصائص صحية مطلوبة وبالتالي التفتيش على مآخذ المياه ومحطات المياه التفتيش على المطاعم على أماكن تخديم الطعام العاملين في تقديم الطعام كل ده جزء من المبادرة ناقلات الأمراض الحشرات الأماكن اللي بينتشر فيها القمامة وبيتكثر فيها نواقل الأمراض التفتيش على ده والتفتيش على لأننا في النهاية عايز أوصل لحياة صحية سليمة بتكثيف كل ما نقدمه لصحة المواطن في مئة يوم وكأن رقم مية واحد من أرقام الحظ الخاصة بصحة المصريين مئة يوم صحة مئة مليون صحة مئة مليون صحة مية وصحة لاثنين مرتبطين مرتبطين بالعديد من المبادرات اللي بتقوم بيوزات الصحة تحت المطالة أنا أعجب اللي قول بوضوحه وصراحة وعشان الناس أحياناً بتفهم غلط نحن نرى في الشعب المصري أياً كان عدده هو عامل قوة بس بشرط أن المواطن ده يبقى صحيحة يعني لا العدد الكتير في حد ذاته هو عامل قوة ولا العدد الكتير في حد ذاته عامل ضعف الفكرة هي في من هم أفراد العدد الكتير العائل الكتير ده في أدئي ناس عيشة بحياة صحية في أدئي ناس متعلمة في أدئي ناس مثقفة في أدئي ناس ماهرة في أدئي ناس قدرة على تقديم زيادة للدخل القومي للوطن وبالتالي الدخل للمواطن كلما كان المواطن على قدر من الصحة والثقافة والتعليم والمهارة والوعي كلما كان قوة لمجتمعه كلما كان قوة لوطن كلما كان المواطن ضعيف بقى في صحته في تعليمه في ثقافته في سلوكه في أخلاقه كلما كان عمل ضعف للوطن وزيدته زي ما في الحديث من قلة نحن يا رسول الله لكنكم يوم إذن كثير لكنكم غثاء فالكثرة في حد ذاتها مش عمرها ما كانت عامل قوة الكثرة الصحيحة المثقفة الوعية الماهرة القادرة الوطنية هي اللي عامل قوة طب خلينا نتكلم عن فرق التواصل المجتمعي اللي بتنتشر في نوادي وفي مولاد في كفر لمحافظات مصر الفرق دي بتكشف عن أمراض عامة لازاي هل بتستمر في المتابعة واللي هي بترصد فقط الحالة خلينا أقول لحقي احنا عندنا أكثر من 4968 فرق تتحرك على مستوى الجمهورية ما بين فرق متحركة بسيارات بالقوافل وفرق تتحرك اللي هي العربيات اللي بنشوفها مع العربيات ومن غير العربيات طيب الهدف ايه الهدف هو ده التوعير على المستوى المشورة الصحية على مستوى الصحة الإنجابية إيه السن المناسب للجواز من الناحية الصحية إيه السن المناسب للإنجاب من الناحية الصحية الفترة المناسبة اللي المفروض أي أسرة أو أي أم وأي أب يخلوها ما بين الطفل والطفل عشان حق الطفل فيه إنه يتعلم كويس وإنه يأخذ ويبقى حالته الصحية كويسة وإنه ما يحصل إلى أي نوع من التأثير للنفسي ولا الصحي البدني عليه إيه الفترة المناسبة للحاجة زي كده إيه الأكل المناسب بقطع النظر عمرنا ما كان الأكل الصحي هو الأكل الغالي ولا الأكل غير الصحي هو الأكل الرخيص الحقيقة أن الصحة الغذاء وعدم صحته عمره مرتبط بسعره وبالتالي إيه الأكل الكويسة إيه الممارسات اللي أنت المفروض تعملها عشان تعيش حياة صحية السن الأربعين والخمسين إيه الحاجات اللي المفروض أنت تحرص عليها إيه الفحوصات اللي المفروض تعملها إحنا عندنا ثقافة أن إحنا بنعمل فحوصات لما نعيها لكن الحقيقة أن هناك ثقافة ده لو عملناها الفحص الاكتشاف المبكر الفحص الدوري دي مش من الثقافات اللي موجودة عند المصريين لكن من المهم أن تكون موجود وكل مرحلة عمرية لها الفحوصات الدورية إيه اللي مش مرتبطة بالمرض الهدف منها هو الاكتشاف المبكر أو احتمالية وجود أي مرة بتزيد أكتر إمتى أنا النهاردة راجل الحمد لله لا أعاني من أعراض السكر لكن عندي تاريخ أسري أمي وأبويا عندهم سكر عيتي فيها سكر وبالتالي من المهم أني أكشف وأفحص وأعمل فحوصات السكر حتى لو كنتش بعاني منها دي ثقافة صحية صحيح هذا جزء مما تقوم به الفرق المنتشرة كل ده موجود في عربية واحدة يا دكتور يعني التخصصات الدكتورة اللي موجودين بيبقوا عاملين إزاي ولا منوابات وشفتات يعني العيادات بيبقى فيها مجموعة من التخصصات بكذا سيارة يعني بيبقى عندنا الأطفال والنساء بيبقى عندنا الأنفوزن بيبقى عندنا طب وجرعة العيون بيبقى عندنا البطنة ودلوقتي كمان بندخل العظام وبقية التخصصات بحيث أنه بيبقى فيه فحص وتحاليل بيبقى لأنه بيبقى معهم عربية فيها معمل متنقل وعربية فيها أشعاعات فحص أشعاعي متنقل أيضا لقينا أنه فيه مشكلة بنحول لمستشفيات الإحالة اللي هي أقرب مستشفى فيه النفاق الجغرافي للقافلة والفحص ده حاجات يعني سكر ضغط ضغط وكتلة الجسم سمنة ده أساسي مشهورة نفسية ده أساسي مشهورة مرتبطة بالصحة الإنجابية حسب السن ده أيضا أساسي وفيه عندنا عيادات للأسنان تنقلة وفيه عندنا بقى الفحصات المعملية اللي بيحتاجها الثائل بول أو الدم أو غيره ثم الفحص الإشعاعي فإذا تبين أنه فيه مرض بنحول إلى المستشفى لاستكمال العلاق حدود مبادرة 100 يوم صحة تتوقف عند الكشف ولا قد تصل ليه صرف العلاق لا هو الهدف أن يعيش صحيح أنا لو كشفت عليه ولقيت عنده مرض وما عليكتوش ما وصلتش للهدف وبالتالي أنا بعمل كشف أو نسميه مسوحات صحية فإذا كان في حالة من الاشتباه لأنه مش شر يبقى فيه مرض ممكن بس يبقى عندي علامات منذرة إنه فيه احتمال ده بحوله عشان يعمل بقى فحص أكثر دقة وأكثر تخصصا في المستشفى إذا لقدر الله ثابت وجود أي نوم من الأرض بنقدم العلاج على طول سواء كان العلاج ده علاج دوائي أو تدخلات جراحية نعم قصة طلب الزيارات المنزلية للمرضى للمسنين وغير القادرين إزاي بتتم الخط السخن بيشتغل فيها إزاي وهل هي مجانية فعلاً يعني في ضمن هذه المبادرة أو بعد المبادرة ممكن تبقى برضه بمقامل مجانية نحن نتكلم على نوعين من الزيارات المنزلية الزيارات المنزلية اللي دخلها في المبادرة دي بتتم بالخط السخن 15-3-3-5 ودي مجانية تماماً ولا يتم التعامل فيها بأي نوع من أنواع التكلفة على المواطن دي المبادرة لكن إحنا أطلقنا خدمة في العالمين مؤخراً مع معرجان العالمين وهي خدمة الزيارات المنزلية دي بيتم التواصل من خلال مستشفى العالمين عندنا عربيات مخصصة فيها تخصصات طبية وفيها الفحوصات دي بيتم الاتصال بالمستشفى أو على صفحة المستشفى وبتقوم زيارة منزلية لمن لا يستطيع أو يستطيع بس مش عايز يروح المستشفى وبتالي هذه زيارات اختيارية تقديم نفس الخدمات العلاجية اللي بتقدم في العيادة بتاعت المستشفى يعني أنا هاخد نفس الخدمة اللي في العيادة بما فيها الفحوصات من خلال طلب ده ودي مسألة اختيارية تقوم على اللي عايز بيتقدم منها مش عايز بيروح المستشفى بشكل مجاني مضالة ميت يوم صحة بتشمل مين؟ بتشمل فقط غير القادرين ولا بتشمل جميع المصرية؟ مبادرة ميت يوم صحة المقصود بيها المية وستة مليون مواطن وكذلك المقيمين على الأراضي المصرية لأن أنا في النهاية عايز مصر بمواطنيها بمقيميها أصحاء يعني ممكن سوري أو سوداني يطلب الخدر كل من هو مقيم على الأراضي المصرية يتلقى الخدمات المبادرات أو المبادرة ميت كل ده مجانا يا دكتور كل ده خليني دايما بحب أقول كده مفيش حاجة في العالم مجانية لكنها تتحمل الدولة عن المواطني تكلفة هذه الخدمة هو السرينجة مش مجانية يعني حتى السرينجة اللي بتدي بيها مفيش أي حاجة مجانية لكن المواطن لا يتحمل أي نوع من أنواع التكلفة كل ده تتحمله الدولة من موازنتها العام طب والدولة في خلال هذه المبادرة أنفقت قدية أو فيها هل في ميزانية مرصودة لقصة 100 مليون صح على هذا المنوال يعني في هذا السياح؟ الحقيقة خلينا أقول لحقيقة مثلا أنه مبادرة القضاء على قوائم الانتظار على سبيل المثال إحنا بنتكلم على رقم أكتر من 17 مليار وبالتالي كل والعلاج على نفقة الدولة أعتقد فيها أمارات خطيرة أه يعني دخلنا خلال بس السنة دي يعني دخلنا في أكتر من 6 مليار العام المالي بيبدأ 36 36 فعلا أنا بنتكلم النهاردة في ثلاثة أشهر في رقم يقرب من 6 مليار تم إنفاقه على القرارات العلاجة نفقة الدولة فالحقيقة أنه كل قسم من أقسام الخدمات له ميزانية مرصودة لتغطية هذه والحقيقة وهي ميزانية كبيرة جدا لكن في النهاية لا شيء يغلو على صحة المواطن المصري 106 مليون خدمة تم تقديمها ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة اللي هي الزيارة للأول مرة و4 مليون و800 ألف خدمة تم تقديمها ضمن المبادرة للمرأة بقى الزيارات الدورية إحنا مهتمين وإحنا شايفين اهتمام رئاسي بصحة المرأة كشخص وكعماد للأسرة يعني المرأة نصف المجتمع وهي تالد النصف الآخر فإذا المرأة مجتمع بأسرة والحقيقة أنه يعني المرأة كمرأة وكأم هي مثؤولة مسؤولية كبرى عن النجاح الأطفال ونجاح الجيل وأن تكون بصحة جيدة ده يساوي صحة المجتمع في النهاية لذلك كان هناك المبادرات الرئاسية المرتبطة بالمرأة وذلك صحة الأم والجنيد ده مرتبطة بشكل مباشر طبعا كل المبادرات الأخرى المرأة جزء منها لكن الموجهة للمرأة بشكل واضح أو خاص رضا يقوله صحة الأم والجنيد ولمبادرات الرئاسية لصحة المرأة أو الكاتش المبكرة على أورام الثالي والحقيقة أنه أورام الثالي تحديدا من الأورام التي إذا تم اكتشافها مبكرا صحيحا رسبة العلاج فيها تصل إلى 99% أو 100% وبالتالي هي من الأورام التي يتم الشفاء منها بشكل كبير جدا بشرط الاكتشاف المبكرا وهي من أكثر الأورام شيوعا عند المرأة وبالتالي الاهتمام ده مبني على أهمية المرأة في المجتمع وطبيعة المرض اللي يمكن الشفاء منه ومعدل انتشاره عشان كده دي مبادرة من واحدة من أنجح المبادرات والحقيقة العالم أشاد بها أنه إحنا انتقلنا بعد ما كنا بنشخص أورام الثالي في المرحلة الرابعة بنسبة 69% أو 70% بنكشفهم في المرحلة الرابعة النهاردة نزلنا بقينا بنكتشف 25% بس في المرحلة الرابعة يعني كنا نحن بنكتشف الجزء الأكبر في المرحلة الأولى التي يمكن الشفاء منها وعلاجها بشكل فعال جدا أخبار مبادرة التأمين الصحي الشامل يا دكتور وصلنا لغاية فين؟ هو التأمين الصحي الشامل هو مستقبل الخدمة الصحية صحية احنا الحمد لله امتبعين هو ده أعتقد اللي حيغطي كل المبادرات دي المبادرات دي تعتبر مما سببت مسكنات كده والمبادرة دي هي المبادرة الأم هو القانون بيقول أن التأمين الصحي بيطبق على فترة زمنية تمام وبما أنه أنا مش هقعد أستنى لتقديم خدمات صحية للمواطن لحد دي فبعمل مبادرات تغطي فأنا باشي بالتوازي شغال في التأمين الصحي في محافظات تأمين الصحي اللي احنا المرحلة الأولى ست محافظات والمرحلة الثانية سوف يتمي إعلانها قريبا جدا في خمس محافظات أخرى الرقم إذا كان في المرحلة الأولى كان تقريبا أربعة مليون مواطن اتغطوا اتباع في الرقم ده في المرحلة الثانية احنا بنتكلم في التوتل هنوصل لي 12 مليون تقريبا أو في المرحلة الثانية نشملهم المظلة بشكل كامل والتأمين الصحي هو تقديم خدمة علاجية متكاملة في أماكن يعني كل الناس شايفة أماكن تقديم الخدمات العلاجية في محافظة المرحلة الأولى للمستشفيات مجمع الإسماعيلية مجمع بورسعيد التطوير اللي حاصل فيه أسوان وفي البحر الأحمر نفس الخدمة دي يتم تقديمها على نفس المستوى في بقية المحافظات للوصول في النهاية إلى تغطية تأمينية كاملة عشان ده واحد من حلم كل الدول صحيح يعني كل الدول حلمها أن يكون هناك تغطية تأمينية لمواطنيها ويمكن كلنا سمعنا عن موضوع أوباما كير والتغطية التأمينية يعني واحدة من الأمور التي يتقدم بها الرؤساء في الولايات المتحدة كملف لناخبيهم عشان ينتخبهم على أساس التغطية التأمينية الشاملة والحمد لله الدولة المصرية ماشية من سنة 2019 تحديدا بعد سنة من إطلاق القانون بشكل واضح جدا للوصول إلى تغطية تأمينية شاملة والفرق أننا ما عندناش أمراض مش دخلة القانون يعالج كل الأمراض عظيم نتوقع خير إن شاء الله ونتعشم خير ونتيجة المجهود المبدول إن شاء الله تظهر قريبا جدا أكتر وأكتر على جموع المصريين الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ساعدنا بوجود حضرتك أهلا وزارة شكرا جزيلا عليك دكتور